مع بدء كل موسم دراسي جديد في العراق تواجه العملية التربوية مشكلات وتحديات كبيرة تعجز عن حلها وزارة التربية الحالية وهي ذات الصعوبات التي تشدها الأعوام الدراسية السابقة عضو لجهة التربية في البرلمان الحالي جواد الغزالي قال إن الأزمة السياسية تسببت بمفاقمة مشكلات العملية التربوية ومنها النقص الحاد بالأبنية المدرسية ولا سيما مع وجود الدوام المزوج وتلك عملية طباعة الكتب والطرار الطلبة إلى استخدام الكتب القديمة بسبب غياب التخصيصات المالية رغم وجود عائدات مالية وصفت بالهائلة عقب ارتفاع أسعار النفط مضيفا أن أزمة تشكيل الحكومة حالت دون الاستفادة من هذه الأموال عضو لجنة التربية تحدث عن عدم قدرة الكوادر التربوية على أداء مهامها بسبب قلة التخصيصات لتوفير المستلزمات اللوجيسية والأدوات الضرورية ما تسبب بوجود ملايين الأميين في البلاد وفي هذا الصدد كشفت إحصائية مفزعة عن وجود 12 مليون أمي في عموم العراق وسط عدم تعزيز البيئة المدرسية ومكافحة التسرب الحاصل منها الأمر الذي جعل المختصين التربويين يصفون بيئات التعليم في العراق بأنها طاردة للطلاب والمدرسين وسط عدم قدرة وزارة التربية الحالية على تقديم مشاريع التربوية الناجحة ومع سمرار الخلافات بين الأحزاب والذي حال دون تشكيل حكومة لها صلاحية التصرف بالأموال فقد انعكست الأزمة على أغلب القطاعات الخدمية في البلاد من ضمنها قطاع التربية بالتزامن مع غياب البيئة التعليمية الصحية والطرار أعداد كبيرة من العائلات بسبب الفقر والبطالة زج أبنائهم في سوق العمل بدلا من أرسالهم لصفوف الدراسة لتبقى سياسة التجهيل هي السائدة وبما يخدم أجندات أحزاب تخشى أجيال المتعلمة تطالب بحقوقها ترجمة نانسي قنقر